الناحية العاطفية شايفة عند موليد برج ستور شايفة انفصال وشايفة انتظار عندك طاقة انتظار يا برج ستور. بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا. وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه لسه مستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتظهر ده. يعني شايفة مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك. شايفة فيش تياء وحنين من الطرفين يا برج ستور. يعني عند بعضوكو الحبيب برجه تعبين وبيفكر فيك باستمرار. بيفكر كمان يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير وحساب للنفس. يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان. بيحاسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه كأنه بيعطبك او بيلومك. هو تعبين جدا. بس رغم كل تعبه ده انا شايفين مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته. بس هكمل الكراءة كده واسحب كروتة شوف هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس شايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان في كمان اه شايفة عند بعضوكو محكمة. شايفة محكمة والطرف التاني. آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة. او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا. فيه رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج السور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افكار سلبية كتير. عندك آآ جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات يومك. عايش هكده. ما بتنامش كويس خالص. آآ يعني انا بطمنك برج السور في عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بإذن الله في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلكيا يا برج السور في شهر مايو هيكون بنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة وانهاية كل سيء من حياتك. يعني عايزاكو تتفقله وتستقبله كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في الابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية. آآ افتحوا منفذ الطاقة عندكم. شايف عندك حزوص كتير يا برج السور. آآ وعندك يعني تدخلات الهية في امور في بعض امور حياتك. يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل. حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة بصراحة. في انطلاقات جديدة وكبيرة. آآ شايف عندك يا برج السور كمان اتصالات. فيها هيحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل في لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدات كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج السور. برج السور والعاطفة آآ يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج السور في الفترة اللي فاتت دي تعرض كتير لخزلين. فشل متتالي في علاقات. يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج السور ما حصلش فيها اي اي نجاح يعني كلها علاقات ما شايفة فيها انفصال يعني كلها برج السور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل الداخلية ممكن تكون مع الاهل. بعدكم عنده مشاكل كمان مع الاهل. آآ قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور. ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه تحصل حد دلوقتي. آآ الانفصال اللي انا شايفيه شايفيه مع ابراج مائية. وابراج نارية. آآ وفيه حب كبير كمان. يعني برغم البعض ده فيه حب كبير كمان. آآ نسبة كبيرة فيه رجوع مع ابراج آآ نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية ده. شايفاك يا برج السور انت اتعلمت. انت كمان اتعلمت كتير قوي. يعني شايفيك قاعد آآ 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 او كنت بتعاني. بس في نفس الوقت هي كانت فطرة تعليم بالنسبة لك. كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني آآ كان آآ هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك. يعني كنت بتفتكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم. وده بيبقى المقصود من على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا. يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع تمن كبير قوي. بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها? ايه اللي نعمله? ايه اللي ما نعملوش? ده حصل لك في الفترة دي. آآ كمان آآ او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. متى شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك. او كان فيه آآ كلام عن حياتك بتقوله الاشخاص آآ الاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في الفترة دي اتعلمت انك آآ كل شخص في حياتك لي حدود وليه وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم تعبك. دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت له. فعلا اهو. يعني الكارت اللي تلقى لك تاني انت انت محتاج انك اي حد عمل لك وجع او سبب لك الم يعني واتخدعت منه آآ في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريض بيها. او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بايجابية. لان انت كمان يا برج الصور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي فاتت بعضكو. زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي. آآ وهي اصلا كانت فترة توتر في حياتك. آآ آآ لازم تحاول تصلح ده. آآ في علاقات آآ يا برج الصور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها. آآ شايف عندك استعداد شايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ آآ وتعمل كده. انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها. شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. نزبط لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله. آآ لازم تصلح ده معين. شايف القراءة ايجابية. وفي تطور كبير قوي في آآ في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية يعني اكتر من رائعة في صراحة. الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة آآ سامح يا برج الصور. لان شايفة عند البعض الحبيب ندمين جدا. عند بعضكو. شايفة فيه ندم كبير جدا. قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه. آآ فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج الصور عايز هترجع هترجع بال بالتسامح. يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير آآ ان برج الصور يسامح. آآ شايفة المرتبطين خياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة. آآ بس شايفة ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل آآ الطرف التاني. يعني وصلته لتعب نفسي وتعب عضوي كمان يعني بقى مكتقب بالترف التاني عندك يا برج الصور. الحبيب آآ الزوج كده فيه مشاكل مادية بيعاني منها. وهو تعبان جدا بسبب كده بسبب الضغوط. بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله. آآ وشايفة المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس. بعد درس اتعلمتوه انتو والشريك. يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده. شايفة كان درس قوي جدا. آآ ليه بقول درس? سوري. آآ درس لان انا شايفكم آآ آآ انت بتحسب نفسك وهو بيحسب نفسه. وبتبصوا على امور كتير تاني في حياتكو. وبتبصوا على الناس حواليكو. وبتبصوا على الناس انتو دخلتوهم في حياتكو. آآ تفكيركو مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع. تفكيركو ايه اللي وصل العلاقة لكده. آآ وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض. آآ كل الحاجات الغلط اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني. يعني هو ده اللي انتو نويين عليه. آآ ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كمان الغير مرتبطين آآ زي ما قلت فترة عاطفية جميلة جاية. آآ في مقابلة لشريك مناسب ان شاء الله. هيكون فيها حب متبادل. آآ آآ تانية هو وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي آآ شفتها في في التوقعات الفلكية. آآ افتكرتها دلوقتي. انتو فعلا في بعضكو هتكون آآ الحب اللي انت هتقابله واحتمال تكون قابلته كمان آآ هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصور. يعني بعضكو الحب اللي عنده هيكون الطرف التاني انت بلد وهو بلد تاني. آآ شهر موفق ان شاء الله آآ موفقين ان شاء الله آآ مستنية تعليقاتكو آآ ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو الفيديو عذابكو. آآ آآ شكرا للمتابعة.